السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اكف الضراعة الى الباري الشريفة دينا اختنا للا سعاد راكت عني الفقر والمرض اللهم يا ربي كريم انت الغني وانت القوي وانت الكريم وانت الجواد وانت المحسن نسألك اللهم ان تفتح لاختنا سعاد ابواب الرزقي وابواب العطاء وابواب الكرم اللهم ارزقها رزقا حسنا اللهم اتيها بالارزاق من حيث لا تدري اللهم انفق عليها يا رب العالمين اللهم واشفها وعافها ودوها يا رب في هذه الليلة المباركة المنعمة انزل عليها الالطاف الربانية انزل عليها الشماء المحمدية وتكون نائمة وتستيقظ صباحا وقد دهب عنها الاذى وكأنه لم يكن ابدا يا رب انك على كل شيء قدير امرك بين الكافي والنون اذا قضيت امرا فانما تقول له كن فيكن نسأل الله الكريم للا سعاد الله يشفيك الله يعفيك الله يداويك والله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين واللهم تعالى اغنين وإياكم من فضله وكرامه وجوده اللهم تعالى لا تحويجنا الى خلقك انت الكريم لا نحتاجه الا اليك فانزل علينا الرزق صبا صبا من غير تعب ولا كدن انك سميع قريب مجيب الدعاء وكنوصيك للا سعاد وكنوصي نفسي وكنوصي السادة المستمعين جميعا نتوسل الى الله بماذا وابتغوا الى ربكم الوسيلة هناك وسائل نتقدم بها الى الله جل علا من بينها ربك تقبل له ما يردهاش ما يردهاش سبحانه وتعالى لانا لا تقدمش وسيلة يقدروا الدربي عز وجل إلا كان في موانع دي الاستجابة إلا كان الإثن واكذ الحرام ربي ما يستجب له إلا كان قاطع الراحيم ربي ما يستجب له إلا كان مخبش حقد يتغلغل في قلبه ما يستجب له هذا كانت اسم موانع الاستجابة وخدرش وسيلة اي وسيلة لكن واحد وسيلة خاصة إلا درنها وخي يكون عندك الموانع وخي تكون عندك انتيا العكوسات والموانع الله تعالى يتجاوز وسيلة مقبولة عند الله تعالى ما هي الوسيلة هي الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم لقلفها الله تعالى إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم هذه ره مفتاح دي الفرج أي هم أو كرب عندك هاو المفتاح بندك هذا كلام أيها الأحباب الكرام لا نقوله جزافا هكذا لا هذا كلام موثق وكلام علمي وكلام يقيني اللي عنده الفقر يصدى على النبي الله يتيه بالأرزق واللي عنده المراض يصدى على النبي والله تعالى يتيه بالخيرات والبركات فصلوا جميعا على رسول الله ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى أين إلى مراكش معنا للا سعاد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم والسلام أمي قريبا أهلا وسهلا بيك إذير أخي قريبا الحمد لله أهلا بارك الله فيك نشكرك على هذا البرنامج الله يزيدكم من فضوة لله الله يرحم هذا الشهداء اللي ماتوا اللهم أمين يا رب الله يأسو إلى هذا الجرح نساكل اللي باقيين يا ربي يا كريم عمي قريبا أنا عايزت لك مريضة شوية أشدارك بنتي للا سعاد أنا دكشير دارني ما عرفتوش تهيد السنين هذي وأنا كان عاني من هاد المرض مني كان مشير السبيطار كل السبيطار تيقل سنة السبيطار لا إله إلا الله مشيش تكن تنشد المواعيد جاد كورونا تلها وليال مواعيد الله يكبر محمد السادس إيه فاش حيضت كورونا شديدتاني المواعيد شرط ما عش اللي فات أعطوني المواعيد تل شرط السادة اللي داز إيه فاش مشيت عندهم لمحمد السادس صيفتوني السيفيل إيه من سيفيل صيفتوني البكسبيطار زيال مرشيش تيقل لابنو نافيس إيه مشيت ليه منكزين في سيفيل هلاش بيتصيفتوني تم قري عندك العصاب ولا عندك مرض نفسي لا إله إلا الله وأنا إحساس زيالي ماشي مرض نفسي أنا عمي قريبا عندي جوج بنية إيه وحدا وحدا يلا دخلت خمس سنين وبتقفل عامين شهر عشرق إيه لا 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 سعاد باش كتشعري بالضبط في الحالة ديالك الأعراض اللي كي بنوا عليك الشعور ديالي أنا هو اللحم ديالي كله من أمي العليا إيه من أمي العليا كنحس باللحم ديالي يمكروا فليا بزاق لا إله إلا الله ما كنت قدش نتحرك بالضبط ديالي اللي هزيت في ديالي قطح لي لا إله إلا الله سكريم زيان تنسيوم زيان الروماتيزم ما كينش تنسيوم روماتيزم ما عنديش وما قالوا لي لاتكن لبرودة ولا تنسيجر تحليلة ما عنديش لبرودة قلقى يا الله بداتك ولكن عديش كتير للبرودة وتنفس بحل الحم ديالي اللي كي كي جمع كي جمع ليا الحم ديالي بحل لكي تشدوكو وكي جمع ليا ضهري ما كان قطرش نحركو لا إله إلا الله الله يشافك للا حول ولا قوت المشكلة الحالة ضعيفة وعنديش بنيات ما كنش لي لعجل يتقض لا ولا ليدرتها كالتحية من ديال لا إله إلا الله لحول ولا قوت زدنا هذه المشكلة زدتها واشق لي البيوت وعنديش بيوت تعطيهم ليش في أخي أنا وراجلي هي ديال ترعب تشقه ليلة اللي سندر ويفخ عدار لحول ولا قوت لبلا لديك شير أصدق بيك شوف أنا هذا الحالة ديال المرض يعني عائتي ما في حال عش عائلت ما في حال عش مرة يخدم مرة يقعد لا إله إلا الله صعيب صعيب الفقر الفقر مع المرض صعيب زب زب الفقر زائد المرض يساوي معاناة لا حدود لها ده بلآن نزل مراكوش بعد أول حاجة قبل العناية ديالتدخول ديالدولة الناس اللي وقع عليهم تهدوم دور أو السكان أو انشقاق إن شاء الله رغض يلقى واحد المساعدات من طرف الدولة واحد دعم واحد العناية غتكون إن شاء الله تعالى بإذن الله نتمنى تكون واحد مشاريع أيضا للشباب العاطي المستقبل ربما يبشر بالخير هذه الجمعيات من قيادة نحن هنا نعم كدر أش نقول كدر اللي عنده باش يدخل مرحبة اللي ما عندوش ما تتعرفوش إن شاء الله سيكون يتبدل هناك عناية عناية من طرف قائد بلاد صاحب الجلالة باش يكون واحد الاهتمام بالساكنة الضعفة وغتكون توشيهات لرجال السلطة على اختلاف مراتبهم والناس للأمن والناس المنتخبين السلطة المنتخبة وكذلك الجمعيات المجتمع المدني غتكون توجيهات قوية باش يكون تدخل صحيح وإيجابي ونافع للمواطنين وإن شاء الله بنت يا ربي سيخلك الأمور لا حول ولا قوة إلا بالله للا سعاد دب الآن عندها المشكلة دي الفقرة والول كانت منه إن شاء الله تعالى لأيام المقبلة تعطينا واحد صورة إيجابية على التنمية اللي كانت منه في بلادنا 120 مليار دي الدرهم التي تم رصدها هذا مبلغ كبير وضخم وضخم جدا ما يجمعه إلا الفهم 120 مليار دي الدرهم صاحب الجلالة يرصدها لضحايا هذا الزلزال الآن الشركات دي البناء ودي الهندسة ودي التعمير تتنافس باش تاخد صفقات باش تبدأ في عملية دي الإعادة الترميم والإصلاح وشق الطرقات طبعا الكل يفكر بأن نتجاوز الخلل اللي كان أيام زمان وندير واحد البنية تعميرية اللي هي معاصرة ومواكبة وفيها كرامة الإنسان يعني كين الحمد لله واحد توجه كتقوم به الدولة ويشرف عليه صاحب الجلالة شخصيا باش يكون المواطن في هذه المنطقة المتدررة عنده الكرامة والعزة طبعا مش غير السكان هو اللي خاص خاص التطبيب خاص العلاج خاص تعليم وخاص شغل يعني الشغل ضروري ومؤكد الناس مره ما يقبلوش وما أنفسهم يبقوا تعطنهم الإكراميات والهبات والإحسان ما يقبلهاش لا يقبلش الإحسان لا يقبلش الهبات كي يبغي أننا نوفر له ظروف العمل والشغل الكريم يعمل بعرق جبينه ويكسب حقه وقوت أولاده بيده ثم سيشعر بالكرم والعزة وإن شاء الله كله سيكون في التوجه سيكون في التوجه بضرة نافعة إن شاء الله بعد المحن سيكون منح منح إلهية ربانية بإذن الله كنت من نولك بنتي للا سعاد الرزق الوفير والخير الكثير أما بالنسبة لهذا المرض فماذا مدرت التحليل الطبية وكي يقول لك بأنك سليمة لأن الإنسان ملكي مرض هو في الأصل قد يكون المرض جسديا الجسد كي مرض فكي نديروها تحليلات طبية كي نديرو سكانار كي نديرو لغام كنت أكدو ملكي يقول لك الطبيب بأن رمي عندك مرض غنقوله أنا سليم جسديا لكن أنا من غير الجسد كينا حاجة خراءة أو تاني كينا النفس واش أنا سليم نفسيا كتقدر النفس هي اللي مريضة النفس مريضة عند القلق الشديد عند التوتر الشديد مرت عليها ظروف صعبة كتشعر بالحزن العميق هاد تاركو مات على الأحزان كي يمرد لنا الجسد النفسي عدنا كيان نفسي مستقل وخط بيتمشي عنده ديلك تحليلات وديلك سكانار وديلك ليغام غد يقول لك رمي عندك وراء الراديو كلهم يشيروا بأنك أنت سليم لكن ربما قد يكون المرض هو ما شاهد في الجسد هو في النفس النفس مريضة عند القلاق عند الحزن عند الخوف عند التوتر عند التفكير المنقطع عند الوسواس القهري هاد كلها مجموعة من الأعراض كتدر على النفس وكتعود مريضة وكتعود مش مائزة ويقدر يكون حتى النفس سليمة إنسان ما عنده مشاكل مشاكل عادية كيعيشها نفسه سليمة فينا عنده الخلل يقدر يكون في الجسد الروحي عندنا الروح الروح كتمرض كذلك من غير النفس هناك الروح الروح كتمرض لا يستر إما بالأرواح الخبيثة يقدر الإنسان تكون عنده لطمة دي الجن والعياد بالله لطمة يقدر يكون الإنسان تخطأ واحد القادوس اللي هو مروع يقدر يكون الإنسان اطلقى عمل عمل سحري كيتسمى التمارض عمل سحري التمارض لكي يخل الإنسان أنه يشعر بالمراض ولا يدرك هذا المرض هي أشكال كثيرة على أين الأسباب هي كثيرة ومتعددة لكن نحن لك منه العلاج العلاج هو بإذن الله ميسر ومتاح الأطباء على اختلاف أشكالهم ومراتبهم هم يقوموا بالأسباب ولكن رب الأسباب سبحانه وتعالى كفيل بأنه يعطيك الصحة والعافية بلا إلاج هو سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين لأن الطبيب هو كيقوم بوحد المسائل العلمية وأبحاث عقلانية وكي يجتهد اجتهد بشري لكن الله تعالى هو الصانع هو الخالق نحن صنعته نحن خلقه وهو سبحانه وتعالى إذا طرقنا بابه هذا أكيد ولا لا شك ولا ريب إذا طرقنا بابه وبكينا بين يديه الكريمتين وقلنا كما قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الله تعالى قال لنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وكذلك نجزي المؤمنين ربي عز وجل جميع المؤمنين هذا غير خاص بأيوب عليه السلام بل بجميع المؤمنين